طبيعي جداً وإحنا أيضاً اتعلمنا وتعودنا وصارت لازمة إنه كل ما تجي الموازنة تشتد الخلافات وتتأخر إقرار الموازنة وما يبقى شيء من السنة وقال لك يا بس سنة أقررنا الموازنة طيب تقرر الموازنة؟ شو وقت تقرر الموازنة؟ هذا شهر الخامس خلاص شهر تصادق بعدين يصدر بيها قرار صار سبعة شهر أجلني خمسة شهر ظلنا من السنة خلصة الموازنة العام ماكو موازنة راحت الموازنة من المالية أجدت للتخطيط طبت المجلس الوزراء طلعت من المجلس الوزراء راحت إلى اللجنة المالية اللجنة المالية ودتها للبرلمان البرلمان عدل عليها حولها المجلس الوزراء طبت من المجلس الوزراء رجعت للمالية المالية هاية يعني هاية حفظناها صارت محفوظة في كل دورة ما يهمنا وين ما تروح تصعد بالسنة تزيل بلقاع المهم هي موازنة الناس بالأخير في رأس الشهر أكو قرار الموازنة والعام ماكو موازنة والبلد يريد خدمات والحكومة وطالبة خدمات وكل واحد تسأله عذرة جاهز بجيبه وهذا يقول لك المناقشات الضرورية ذاك يقول لك أنا ما أخذت حقوقي ذاك يقول لك الموازنة استهدفت دي هذا يقول لك الموازنة فيها ظلم ذا زين طيب إذا الموازنة بيها ظلم والموازنة ما بيها استحقاقات اللي هم موثلي الشعب شنو شغلهم وبعدين من اللي شلون الموازنة ما بيها استحقاقات والحكومة تبثل حكومة خدمات وتبثل يجب أن تبثل مصالح العراقيين شلون دا تكتب الموازنة شلون دا تقرأ الموازنة أنا أفهم أن هناك مؤشر عام تضعه الدولة إلى المالي إلى التخطيط أن يعملوا على أساسها هذا المؤشر يتهتى من خلال الاتفاق والرؤى المشتركة بين مكونات الدولة والحكومة العراقية والبرلمان التخطيط تابع إلى مجلس الوزراء المالية تابعة إلى مجلس الوزراء مجلس الوزراء موجود وممثل لكل الشعب العراقي يتفقت الطنة موازنة إيسا سواتوها رطينة من داك اليوم إلى اليوم ماكو موازنة تفقوا واحد يصرح من النواب يقول الجماعة قاعدين بقصر العدالة مدرب قصر الضيافة ويقول لك يا با لا يتطبوا لا يتطب عليهم ولا ندري شي يخططون ولا ندري واحد شو يقولون داك يقول محاوظاتنا نهبت هذا يقول ما عدنا استحقاقات داك يصيح موازنة هذا الإرباك أكو حلقات خفية ديرة لهو أكو إصرار بالمشهد أن تبقى الأمور بهذا الشكل وإحنا ما نعرف في الجمعة من الخميس ليش ليش هذا المشهد ما زال مستمر حتى ذاك اليوم الموازنة خبزة العالم الله يقطع رزقا ليقطع الموازنة والله لا يوفق اليوقف بوجه مشروع الموازنة والله لا يضطي العافية ولا يشوف نور محمد اللي دا يحارب الشعب بخبزته مكافي ملت الناس أنتوا ما تعبتوا من هاي الأعذار ما تعبتوا من هاي الأسطوانات المشخوطة ما في اليوم الله ينفق بصورتكم وتحلو لكم قضية يجب أن تحل لأن هناك أولويات ويا سيلي يقول لك مو يمي ويا سيلي يقول لك أنا مهمش ويا سيلي يقول لك أنا ما ماخد استحقاقي زيان أنتوا اللي تخططون ما ماخد استحقاقاتكم إحنا ذول الناس نقول